السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تنميس سنة الرابعة ابتدائي أعطيكم نموذج اختبار للفصل الأول في مادة الجغرافية يعني راح نعطيكم الأسئلة اللي راح تكون في الاختبار ويلزم أن التنميذ يحفظها أن التمرين الأول أو السؤال الأول حتى تتمكن من قراءة خريطة عليك الرجوع إلى وعن رقمه الاثنين ثلاثة وأربعة هذا فيما يخص السؤال الأول أما التمرين الثاني أجب بصحيح أو خطأ تقع الجزائر شمال القارة الأوروبية للجزائر حدود مع ثماني دول إفريقية تبلغ مساحة الجزائر 2 مليون وثلاثمائة وواحدثمانون ألف وتسعمائة وواحدثمانون كيلو متر مربع التمرين الثالث أذكر المحيطات والقارات الموجودة في العالم وإلا قدر الأستاذ يعطيها لك وضعية المجيئة يقول لك تحدث على قارات ومحيطات العالم روحوا للتمارين الرابع والأخير عندنا خريطة المطلوب هو النظر إلى الخريطة والإجابة على كل سؤال عندنا السؤال الأول ماذا تمثل الخريطة؟ أما السؤال الثاني ما هو أكبر بلد في هذه القارة؟ السؤال الثالث أي على أي بحر تطل الجزائر؟ روحوا نشوفوا معا الإجابة النموذجية لهذا النموذج الإجابة على السؤال الأول وهي عندما يمكننا قراءة خريطة على ماذا نعتمد؟ بطبيعة الحال نعتمد على أربعة عناصر لقراءة خريطة وهي العنوان المفتاح المقياس والاتجاه نروحوا معا باش نجيبوه على السؤال الثاني أو التمارين الثاني للمطلوب أن نجيب بصحيحة أو خطأ ونحن رايحين نحاولون صح الخطأ باش تنميذ يفهم الإجابة تقع الجزائر شمال القارة الأوروبية هذا خطأ تقع الجزائر شمال القارة الإفريقية للجزائر حدود مع ثماني دول إفريقية وهذا خاطئ لأن الجزائر لها حدود مع سبع دول إفريقية فقط وليس الثمانية تبلغ مساحة الجزائر 2.381.981 كم مربع وهذا خطأ لأن مساحة الجزائر هي 2.381.741 كم مربع وهذه آخر الإجابات عن السؤال الثاني مما السؤال الثالث هو ذكر المحيطات والقارات الموجودة في العالم نبدأ بالقارات عندنا ست قارات قارة إفريقيا قارة أمريكا قارة أوكيانوسيا وقارة أوروبا القارة القطبية الجنوبية وقارة آسيا أما فيما يخص المحيطات فلدينا خمس محيطات المحيط الهادي المحيط الأطلسي المحيط الهندي المحيط المتجمد الجنوبي والمحيط المتجمد الشمالي هذا حل التمرين الثالث التمرين الرابع نجيب على الأسئلة الثلاثة استناداً على الخريطة في الصورة ماذا تمثل الخريطة؟ تمثل الخريطة قارة أفريقيا ما هو أكبر بلد في هذه القارة؟ وهي الجزائر على أي بحر تطل الجزائر؟ بطبيعة الحال الجزائر تطل على البحر الأبيض المتوسط وبنهاية هذا التمرير نكون قد أنهينا الأسئلة المقترحة في اختبار الفصل الأول في مادة الجغرافيا انتظرونا في الفيديو الآخر سوف نتحدث عن مادة التاريخ السلام عليكم